السلام عليكم يا حج السنوية العامة أبطال المزاكرة بنكمل مع بعض أسئات السكيلز في الوحدة الـ 11 إن شاء الله الوحدة القبل الأخيرة في سؤال writing إن شاء الله الفيديو الجاي بنحل وقتنا فيش translation ومدخل translation في السكيلز كده مش عمل لك زي كل مرة صفحة translation وصفحة skills لأ الصفحة اللي بعديها عامل comprehension اللي هي القطعة إن شاء الله الفيديو الجاي هنحل على القطعة والفيديو ده هنحل على writing و translation أهم حاجة اضغط like لو لسه ما تغطيش like وفعل طبعا زر الجارة عشانو صارك كل جديد ويلا بينا يا وحوش أول سؤال بيلي which of the following إيه من تحتول is correctly punctuated يعني تكوينه صح جدا من على مادة الترقيم أول واحدة بيلك نورة يا نورة فين الكومة طبعا ما فيه غلط عودنا بقى خلاص ثاني واحدة برض نفس المثال مفيش كومة برضو ثالث واحدة في كومة why didn't you do the dishes يا نورة ليه ما عملتش للاطباق فطبعا دي صح مفيش حاجة فيها غلط يا جماعة للا خيره برضو غلط يا جماعة لانها ما فيش هنا الكومة بعد نورة طيب رقم اثنين بيقولك when writing and if you can use ممكن تستخدم the word اللي هو كلمة although although طبعا يا جماعة بتبين بقى على النقيد أو بالرغم من كذا واخد بالك فهتبين نقيد حاجة أو تناقض ما بين شيء وشيء يعني جملة وجملة فكرة وفكرة وهكذا give an example بتستخدمها بقى عشان تدي امثلة لا طبعا تستخدمها علشان تجذب القارئ لا دي ما لهاش علاقة دي حاجة دي جملة لان اسمها جملة الهوك طهائب contrast تناقض ما بين two ideas أو statements أو أفكار أو جمل برافو آه صح فعلا رقم C صح يا جماعة تستخدمها عشان تستخدم في التناقض give an opinion تدي رأيي لا مش بتدي رأي ولا حاجة طهائب التالت there is hardly any doubt that nanotechnology ما فيش اي شك ان التكنولوجيا اللي هي النانو very beneficial to man ان الناتكنولوجيا دي مهمة جدا للبشرية عامة تانية الجملة دي this sentence could be the death of an essay about ممكن تكون اطروحة عن ايه بقى يعني جملة دي ممكن تكون اطروحة في المقال عن ايه بقى هل عن العيوب ان العيوب يا رئيس ده بقولك لها مفوائب فما ينفعش يا رئيس طب تاني واحدة عن مميزات merits of nanotechnology اه صح يا جميع رقم بي صح طب رقم سيبي بقولك ايه اسباب لماذا لم تقعد استخدام التكنولوجيا الحديثة لا ملاشا لا خالص تاني هنا بقولك ان هي مفيدة فانا ببقينك ان هي مميزاتها كذا طيب لماذا ان احنا عندنا شك في فوائد لا لا خالص خالص واخد بالك ما ينفعش طبعا هي رقم بي اللي تنفع اللي هي المميزات طب رقم اربعة which of the following ايه من تحت تكوينه بيكون صح زي كان يداية اللي هو المرشح يعني وعدة ان نوته مش هيعمل ريز ريز معناها يا جماعة مش هيرفع الضرائب لما هو ينتخب لما حد ينتخبه يعني صح يا جماعة الاولى دي صح خشي بقى على التانية بقى والتالتة والربعة كلهم نفس الفكرة في الاول بس الفكرة بقى عندي التانية واحدة اسمها ريز وي سوري رايز وي رايز وي اروز الفلقة منهم بقى يا جماعة بينهم كل واحدة والتانية صلى على النبي اول واحدة دي معناها يرفع تمام اللي احنا قلناها دي اللي احنا اخترناها تانية واحدة مش هنرفع الضرائب تانية واحدة بقى دي معناها يعلو او ارتفاع ودي اسم وانا محتاج هنا فعل فالقولة دي فعل تنفع تانية دي اسم يا جماعة طب ارايز اللي هي التالتة دي معناها تنشأ ودي مش هنرفع خالص ارايز اللي هي التالتة دي معناها ينشأ ينشأ ودي مش هنرفع خالص طب اروز اللي هي الأخيرة دي يا جماعة اروز دي معناها تجنب ودي برضو مش هنرفع لا المرشح وعد الناس بقى يبقى الاولى هيا اللي صح رقم خمسة مقال بقى الاقناعي مقال الاقناعي يعني انا بحاول ان انا بقنع به المتلقي او القارئ تيلزي ستوري بيقول قصة عن قريق لا انا بقولش قصة ده مقال كده ناريتف بقى قصصي طيب بيوصف ده كده مقال وصفي مش اقناع غلط طيب بيشرح مجروعات بتستخدم حقيق لا لا غلط طبعا طيب رقم الاخيرة بيحاول ان هو يقنع القارئ ان هو ازاي يقبل طبعا اللي هو فكرة رأي الكاتب وكده فعلا صح يا جماع رقم دي صح طيب ندخل بها على الترجمة the high cost of living اللي هو مستوى المعيشة يعني اللي هو الغالي يعني is the one of the most difficult problems اللي هو يعدي يعني غلاء المعيشة من اصعب المشاكل to bring the prices down both عشان بقى نقلل بقى او نخفض الاسعار كلا من الحكومة and the individual's way الافراد work side by side يعملوا جانبا الى جنب مع بعض يعني طيب يعد غلاء المعيشة من اصعب المشاكل لخفض الاسعار تعمل الحكومة والافراد وجها الى وجه يعد غلاء المعيشة من اصعب المشاكل لخفض الاسعار وتعمل الحكومة والافراد جانبا الى جنب يعد غلاء المعيشة من اصعب التحديات لخفض الاسعار يعد غلاء المعيشة من اصعب المشاكل لاحضار الاسعار لا طبعا غلط يبقى رقم بيه هي الصح سبعة ايجيبت هاسبين اا نود ثرو اوت اتس هستوري از اا دستنيشن فور توريزم طبعا بيتكلم على ان مصر عرفت مصر طبعا عبر التاريخ مصر اتعرفت عبر عبر تاريخها يعني كونها اا كويجها سياحية يعني كمنطقة سياحية ان كل السياح يقصدوها للسياحية it has religious moments عندها طبعا اثار دينية and unique civilization وحضارة فريدة من نوعها طيب عرفت مصر عرفت هنا مصر صحوش مشكلة عرفت مصر عبر التاريخ تمام صح يا جماع اللي انه مبنانية المجهول كوجهة سياحية الله ينور حيث تمتلك اثار دينية وحضارة فريدة من نوعها الاولى دي صح يا جماع صح جدا طب التانية عرفت مصر عبر تاريخها كوجهة سياحية تمام حيث تمتلك اثار فرعونية لا اثار دينية مش فرعونية عرفت مصر عبر تاريخها كوجهة سياحية حيث تمتلك اثار دينية وثقافة لا وحضارة مثل ثقافة ولا اكسفليزيشن هنا حضارة عرفت مصر عبر تاريخها كمكان سياحي لا كوجهة سياحية مش مكان سياحية هي بالقولة هي اللي صح طيب ان الان الاوان كي يصبح كل مواطن في هذا البلد عاملا فاعلا في مجالات في مجالات العمل والانتاج حلو جدا عرفت مصر لطفل اوه time has come ان الوقت جاه فعلا صح for all cities كل مواطن اولا cities اقول طبعا بيجي هوراها يا ايما اسم جامعة يا ايما اسم لا يعد فمش يتمفع طبعا جامعة وجيش بقى ده اسمه فرع فرع time has come تمام for every citizen حلو جدا صح جدا in this country في هزيه البلد to become عشان يصبح an effect factor يعني عامل يؤثر لا عامل مؤثر يا جماعة او عامل تأثير لا عامل مؤثر effective مش effect غلط طبعا time has come for every citizen in this country to become an effective factor طبعا صح يا جماعة لو عامل فعال يعني in the fields في مجالات الشغلوي الانتاج صح الرقم c صح يا جماعة time has came الوقت جاه في الماضي لا طبعا غلط كام مش كام غلط يا جماعة فبس ده اللي كان معنا ان شاء الله في الفيديو ده وان شاء الله الفيديو جاي هنحل مع بعض القطعة بتاعة الوحدة ال 11 اما حاجة اتغط لايك لو لسه متغطش لايك وفعلوا زر الجرس اشان وصلك كل جديد واشوفكم الفيديو جاية وحوش السنوية العامة وساعدونا طبعا بنشر المحتوى وصلى على الحقيقة عليه الصلاة والسلام وينزل تحت صلى على النبي والسلام يا وحوش